أخبار اليوم خادم الحرامين الشريفين حريص على توثيقها بكل ما تعني من جميع النواحي الاقتصادية السياسية الاجتماعية ولله الحمد الاستثمارات أكيد بإذن الله راح تنمو راح تتطور في ظل دعم حكومة خادم الحرامين الشريفين وما يتمتع به الرئيس السيسي من حينك الاتفاقات هاتم تلقاح ان شاء الله انتخالي الزيارة هتناول اين والله كلها هتناول كل الجوانب الامص الصناعية التي تحدث عن الصناعية التقنية الزراعة كل البنية التحتية هتكون كلها بإذن الله في طريقها للعمل بها ان شاء الله رأيتكم من الجسر البر الذي تم المزمع ان شاء الله ان شاء الله قريبا بين مصر والسعودية والله هذا من الأفضل معومل في هذا القرن ان تربط آسيا بأفريقيا بجسر يخدم اقتصاد يخدم علاقات يخدم فهذا يعني مهما تحدثنا عن ايجابيات ولن نستطيع انه في حقه في دقائق حدثنا حضرتك عن بيت السيسمات بلوقتي حالة في مصر هل تروا قاذبة ام غير زال والله نتمنى ان شاء الله ان تكون جاذبة ونتمنى من الحكومة المصرية اعادة الثقة للمستثمرين الاجانب وتحدث عن الاجانب الاقصد بالسعوديين انه تنحل جميع المشاكل والقضايا باذن الله طب المعوقات بتقابلكم في السوء المصري والله اكيد ما في استثمار بأي بلد الا ويواجه عقبات يمكن واحد من العقبات اللي احنا بتواجهنا انا كمستثمر انه تحويل المبالغ اعادتها وتكلم عن المبالغ من الارباح اتمنى ان الحكومة المصرية تدعم هذا وتسمح للشركات المستثمرة في مصر بتحويل ارباحها الى البلد شكرا جدنا فان دكري جزيرة شكرا جزيرة شكرا جزيرة شكرا 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 شكرا